اعتقادي ان ما ورد على لسان السيد مردين الطبوبي هو نوع من المجازفة وكأن الرهان الذي سيعتمده الاتحاد في المرحلة القادمة رهان صعب جدا ان لم نقل مستحيل تحقيقه في الفترة الولية وذلك يعود بسببين سبب الاول ان الرئيس لم يعود التونسيين عن التراجع عن اي اختيار اه او عن اي قرار اه اتخذه الرئيس اه مواصر في سياسة اه مصر على تطبيق المشروع وتمسك بان تكون اه التنظيم او الدولة القاعدية التي اه نظام القاعد الذي يريد ان يعتمده يبقى اختيار استراتيجي حيوي بنسبة نفسه اذا السؤال كيف سيقنع اه الطبوبي رئيس الدولة للتراجع عن تحقيق هذا الهدف او على الاقل حتى الاهداف التي مرتبطة اه به الرئيس سيرفض اه فكرة برغمان تنهيلي الرئيس سيرفض اه التراجع عن الاختيارات التي اعلنها وبكيف تكون العملية صعبة المستوى الثاني الذي سيكون صعب هو اه كيف سيحدث التوفيق بين مطالب الاتحاد ومبيو اه معناه شروط اه صندوق النقل التوفيق ذلك ايضا يتعتبر ان اه من التحديات الكبرى التي تجعل الاتحاد لا يستطيع ان يجاري الحكومة في الاختيارات التي اه او الريهان اللي تريد ان اه تصل اليه من خلال المفاوضات مع صندوق النقل التوفيق باختصار اقول بان اه 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 ريهان الطبوبي ريهان اه صعب جدا تحقيقه في السياق السياسي الراهن خليل اذا كان ربما ستكون هناك محادثات بين الاتحاد وبين الحكومة اه ولكن نتائج هذه المحادثات اه لن تكون اه اه في مستوى ما ترهن عليه الحكومة ورئيس الجمهورية من جهة وايضا ما يرهن عليه الاستحاد من جهة من اخرى. يعني منطقة الوسط لهذه المسألة تتكون عملية اه صعبة لانها مرتبطة اه بسندوق النقل الدولي ومرتبطة بالازمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية اه الراهنة. امر معناها حقق اه انتصار مهم لآه التوفيق والمجموعة المحافظة حوله اه لانهم بقوا في القيادة وبقوا مسكين بازمام الموعة. لكن المشكلة ليست في الاتحاد. ولكن المشكلة في الترف الاخر. من ناحية رئيس الجمهورية. ومن ناحية ثانية اه اه استعداد الحكومة للخطوع الى شروط تندوق النقل الدولي وهي شروط ضرورية جدا لكي يقتل انقاذ الوضع المالي وانقاذ تونسيا.